السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أسباب عدم ظهور كيس الحمل رغم أنك حامل لماذا لم يظهر كيس الحمل بالصنار واحد الإجهاد حدوث الإجهاد يعني عدم وجود كيس الحمل مع وجود علامات الإجهاد كما هو أن تشخيص الإجهاد يكون شبه مؤكد في حال عدم إيجاد كيس الحمل مع انخفاض مستوى هرمون الحمل اتنين الحمل المتأخر إن حدوث الحمل في وقت متأخر بسبب عدم انتظام فترتي التبويض والدورة الشهرية قد يكون أدى إلى عدم ظهور كيس الحمل بالصنار إلى ما بين الإسبوعين السامن والعاشر تلاتة الحمل خارج الرحم لم يظهر كيس الحمل بالصنار فقد يكون السبب في ذلك هو الحمل خارج الرحم فعندما تنغرس البويضة الملقحة خارج تجويف الرحم تسمى هذه الحالة بالحمل خارج الرحم وغالبا ما يكون الحمل في قناة فالوب المسؤولة عن نقل البويضة من المبيض إلى الرحم كما وأن الإصابة بالالتهابات في المسالك التناسلية من أسباب الحمل خارج الرحم وفي حال الإصابة بها لا يظهر كيس الجنين في الصنار أربعة الحمل الضعيف قد يكون عدم ظهور كيس الحمل بالصنار سببه حملك الضعيف ففي حال انخفاض نسبة هيرمون الحمل المسؤول عن نمو كيس الحمل أو في حال وجود خلل في الجينات الوراثية للبويضة أو للحوان المنوي يكون الحمل ضعيف وبالتالي تظهر نتائج الحمل إيجابية أما كيس الحمل فلا يكون مرئيا أو واضحا في الصنار مع العلم أنه يجب أن يبلغ الجنين أسبوعه الخامس من أجل ظهوره في الصنار المهبلي في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمنزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ